النظام الجزائري يقتل شعبه المخابرات الجزائرية دبرت عملية اغتيال ناشط الحراك الجزائري الفنان جمال بن سماعيل لكي تضرب عصفورين بحجر واحد فقد ارادت تلطيخ سمعة القبائليين وكسر الطعاطف الشعبي معهم وخلق فتنة واقتتال عرقي بين العرب والامازيغي في الجزائر اضافة الى التخلص من احد اهم نشطاء الحراك في مدينة مليانة والدليل على ان المخابرات الجزائرية هي من دبرت كل ذلك هو هذه الصور التي توضح وجود احد ازلامها يقف الى جانب المرحوم جمال بن اسماعيل اثناء تصريحه لاحدى المنابر الاعلامية ويظهر نفس الشخص ضمن الدائرة الضيقة من القتلة الذين نفذوا عملية الاغتيال والحرق يعني ان ههن العنصر كان على علم مسبق بتفاصيل اغتيال الشهيد جمال بن اسماعيل وهو احد القتلة الذين ترصدوا الشهيد قبل وصوله الى تيزي والجموعة الشرطة الجزائرية هي الاخرى متورطة في عملية الاغتيال وذلك لانها قامت باعتقاله وتسليمه الى هؤلاء القتلة امام مرأة ومسمع الجماهير في سيناريو خبيث هدفه اهام الجموع المحتشدة بان الشرطة قد القتل قبض على احد المتورطين في احراق سكان القبائل وهنا قام ازلام المخابرات الجزائرية باغتيال الشهيد جمال بن اسماعيل بتلك الطريقة الوحشية وسط الجماهير المحتشدة التي تم توريطها في هذه المؤامرة خطط الجنرال توفيق مدين وخالد نزار لاشعال الجزائر تسير مثل الساعة وهذه ليست سوى التسخينات الاولية لتفجير حرب اهلية ستحرق الشعب الجزائري عقابا له على اسقاط نظام بوتفليقة والجنرال مديني ما يجب فعله الان هو المطالبة بفتح تحقيق دولي وتسليم هذا القاتل الذي ظهر في الصورة الى محكمة العدل الدولية لكشف تورط النظام الجزائري في اغتيال احد نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر وضلوع المخابرات الجزائرية في احراق شعب القبائل